هذه هي شجرة الكاكاو الكاكاو هو عبارة عن ثمرة تخرج من هذه الشجرة وهو كمادة طبيعية قبل صناعتها وتصنيعها وخلطها مع مركبات صناعية كيميائية في بعض أنواع الشوكولاتة وبعض أنواع مشروبات الكاكاو تعتبر مادة مفيدة غنية بمضادات الأكسدة والأصباغ النباتية الطبيعية وقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية دور مضادات الأكسدة في ثمرة الكاكاو كتأثير مضاد لتلف الخلايا والشيخوخة وكذلك كتأثير مضاد لتصلب الشريين ولكن هناك أسرار تغذوية يجب أن ندركها حالا من أجل الحصول على هذه القيم الغذائية للأسف الشديد هذه الفوائد تقل مع الشوكولاتة الصمراء المحروقة بسبب تخرب كثير من هذه المواد الفعالة أثناء التحضير والحرق ويتميز الكاكاو في المقام الأول بغناه بمادة أثيوبرومين وهي مادة منبهة ولكنها أقل تأثيرا من أثيوفليفين الموجود في الشاي ويعتقد أن الكاكاو يساهم في التقليل من الإصابة بتلف الخلايا حسب دراسات علمية موثوقة ولذلك نحن ننصح للحصول على فوائد الكاكاو بأن يتم استهلاكه بشكل طبيعي وغير مخلوط في مواد مصنعة أو مع الحليب الذي يقلل من فوائده وانتبهوا إلى بعض المنتجات التي يدخل فيها الكاكاو ولكن الإضافات تحوله إلى سبب من أسباب الأمراض على سبيل المثال يعتبر الكاكاو من المشروبات اللذيذة التي تجمع الطعم الشهي والنكهة الدافئة مع الفائدة الصحية وكما ذكرنا يحتوي على مواد مضادة للأكسادة تساعد على حماية خلايا الجسم من الضرر الذي يصيب مادتها الوراثية ويؤدي لنشوء الأورام كما أن الكاكاو غني بمواد إفلفونيدات التي تساهم أيضا في الحماية من الالتهابات وتلف الخلايا لعل المشكلة الأكبر في مشروبات الكاكاو الشائعة أنها تأتي مع محتوى مرتفع من الدهون والكريمة والسكر مما يجعلها تحتوي على قدر كبير من السعرات الحرارية ولكن عوض استعمال مسحوق الشوكولاتة الساخن التقليدي لماذا لا تجرب مسحوق الكاكاو الخام اشتري نوعية جيدة وتأكد من تاريخ الإنتاج الكاكاو الممتاز يفوح بالعطر عندما تفتح عبوته أما إذا كانت رائحته حادة أو سيئة فألقه في القمامة إذ قد يكون فاسدا أو من نوعية رديئة جرب شراب الكاكاو الساخن ويمكنك صناعته عبر غلي الماء ومن ثم إضافة ملعقة ممتلئة من الكاكاو لكل كوب من الماء الساخن واخفض الحرارة وغليه كما تصنع القهوة التركية عوض إضافة السكر أو المحل الإصطناعي أضف شيئا من شراب الفانيلا فله نكه حلوى طبيعية وعطر شهي صبه في كوب واشربه ساخنا وعندما تتناولها فأنت تحسن صحة القلب والدورة الدموية إذ أظهرت العديد من الدراسات العلمية أن هذا الكاكاو يساعد على استعادة مرونة الشريين والحيلولة دون التصاق كريات الدم البيضاء بجدران الأوعية الدموية وكلاهما من الأسباب الشائعة لانسداد الشريين وحدوث الجلطات القلبية والدماغية كما أن تناول هذا الكاكاو يقلل من خطر السكتة الدماغية هذه المشكلة التي أصبحنا نفقد فيها من نحب وقد اكتشف العلماء أن استهلاك الكاكاو بوعي ومن أجل تحقيق أهداف صحية يخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ليس هذا فحسب عندما تتناول هذا الكاكاو فهو غني بالمعادن فالشوكولاتة الداكنة أو حتى الكاكاو الخام زاخرة بالمعادن المفيدة مثل البوتاسيوم والزينك والسلينيوم حتى أن قطعة وزنها 100 جرام توفر 67% من الكميات الغذائية المسموحة والبوصة بها من الحديد ثبت أن استهلاك هذا الكاكاو يقلل من مستويات الكوليسترول الضار ويرفع معدلات الكوليسترول الحميد ومن ثم يحد من خطر الإصابة بمرض القلب والأوعية الدموية ليس هذا فحسب مركبات الفلافونيدات الموجودة في الكاكاو يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة كما أن تناول الكاكاو يساعد على إنقاص الوزن إذ يقول علماء أعصاب أن إذابت قطعة صغيرة من الشوكولاتة الجيدة الداكنة على اللسان قبل 20 دقيقة من وجبة الطعام تحفز الهرمونات في الدماغ مما يجعل المرء يشعر بالشبع وتساعد في إنقاص الوزن الشوكولاتة الداكنة مفيدة للأمهات والمواليد وتخفض التوتر لدى النساء الحوامل حتى أن أطفالهن يتميزون بأنهم يبتسمون أكثر من أطفال الأمهات اللائلة يتناولون الشوكولاتة كما أن تناول الكاكاو الخام يمنع الإصابة بداء السكري إذ أن مادة الكاكاو تعمل على تحسين حساسية الأنسولين وعليه فإن تناول الشوكولاتة الداكنة باعتدال ربما يؤخر ظهور مرض السكري الكاكاو يفيد الدماغ فالمركبات المتوفرة في الكاكاو تحد من فقدان الذاكرة عند كبار السن والشوكولاتة الداكنة بخواصها المضادة للالتهابات مفيدة في علاج إصابات الدماغ وتراجع الذاكرة تحتوي الشوكولاتة على مواد كيميائية تعزز السيرتونين وتشعرك بأنك في حال أفضل نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم أخبرونا عن الطريقة التي تفضلون فيها تناول الكاكاو الخام وماذا عن قدرتكم وماذا عن قدرتكم بتناوله دون إضافة السم الأبيض أقصد السكر الأبيض وصلنا إلى نقطة الختام شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة